اشتركوا في القناة ومن المتوقع ايضا وصول فريق تحقيقات من الامم المتحدة مؤلف من خمسة اعضاء من بينهم محقق من مجلس الامن الى بنما حال اكتمال عمليات تفريغ السفينة من جانبها طلبت كوريا الشمالية يوم الخميس بالافراج عن سفينتها المحتجزة في بنما التي جرى تحميلها فيما يبدو بنظام رادار صاروخي واسلحة اخرى في كوبا قائلة انها كانت تبحر بمقتضى اتفاق قانوني واحتجزت السلطات البانامية سفينة الشحن الكورية الشمالية وعثرت على ما يبدو انها مكونات لنظام رادار صاروخي يرجع الى العهد السوفيتي تحت اجولة من السكر ومن بين الاسلحة التي تحملها السفينة بطاريتي الصواريخ مضادة لطائرات وتسعة صواريخ مفككة ومقاتلتين من طراز ميك 21 وخمسة عشر محركا لطائرات ميك 21 وكلها اسلحة من الحقبة السوفيتي تسنعت في منتصف الكرن الماضي ويشمل حظر السلاح الذي تفرضه الامم المتحدة على كوريا الشمالية جميع صادرات بيونج يانج ومعظم الواردات مع استثناء الاسلحة الصغيرة والاسلحة الخفيفة والمواد المرتبطة بهما والجمال رايترز